مش صارت تبقى لعيه بكرة انه ممكن تبقى مجتهد وممكن تبقى نجمل في حالة تانية في علم في الرياضة في الموسيقى في كلام لما تقتدي بيشوف سلوكياته ومحمد صلاح يعني انسان انا باعتقد ان محمد صلاح ده واحد من اللي هو متصالح مع نفسه اولا متصالح مع نفسه اولا ما بلاشي بتاعدي عشان خطر محدش يعمل لنا حكاية يا جماعة الشاشة اللي هناك ده اللي هناك فنعم اللي انا عايز اقوله ان واحد زي محمد صلاح لما تيجي تشوفه بقى هو الانسان البسيط اللي هو من ثقافة القرية المصرية بعصالة القرية المصرية احنا كانت مشكلة اللعيبة بتاعتنا ومشكلة قائمة للان وحتقى قائمة لغاية ما يبقى عندنا ادارة كرة بجد ان احنا ما بنعرفش ننهز اللاعب ونهيأ اللاعب اللي عندنا انه ازاي يتعامل مع الشهرة وازاي يتعامل مع الفلوس وازاي يتعامل مع النظام وازاي يتعامل مع الالتزام وازاي يتعامل بكلام ده كله هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك لا ما هو الاحتراف لما تيجي تحترف وتروف حتى تاني واحنا عندنا ندوم كتير بس ماينفعش اقول اسمائي يعني اللي سفروا في الالتراء او غير الالتراء وراحوا في اول وقت اليوم مثلا يعني كان عندنا ندوم في الشهر الاولاني كان حديث الالتراء كله جاب كذا لون ومش عارفوا الكلام ده كل انما ما كانش متصالح مع انا في رأيي انا ما كانش متصالح مع نفسه ولو متصالح مع نفسه هيعرف ان ربنا بديله حاجة عليه ان يقبض يعني يمسكها بأيديه واسنانه عليه ان هو يعني حطها لو يعنيه انت ربنا بديك حاجة من ورا الخيال بتقبض اللي بتقبضه في الاسبوع يعني ده مش يعني على سبيل النبرة والبتاع بس اللي بتقبضه في الاسبوع قد اللي حتقبضه لو عدت تلعب كرة في مصر طول حياتك وبعدين مكانه بتلعب في شهرة فينه كلام ده حافظ على ده هتحافظ على ده ايه ان انا حابة ملتزم ان انا حنام صح واكل صح واتدرب صح لما ما معملش كده خلاص صلاح بقى اللي هو في رحلته وراح فين وراح من حتة لحتة وصبر وراح الدلترة في تشيلسي وازاي انه راح نكمقه ملعبش وميرينيو ساعتها اللي كان مدير فني ما شاء وراح ايطاليا في عمل نجومية هائلة لغاية دلوقتي في ايطاليا في روما في روما مشدعين روما في الحاصمة روما بيعشكوا حد اسمه محمد صلاح وهم مجزعلنين منه لانه عارفين ان النادي هو اللي كان عايز فلوس يعني بالنسبة للنادي كان عايز يبقى صلاح عشان محتاج فلوس يعني هو مجزعلنيني من صلاح النساب بس صلاح راح في محطة محطة مهمة جدا في حياته انما هو صلاح ربنا كرمو دلوق لانه متصالح مع نفسه وقدر انه هو ابن القرية البسيطة الصغيرة في اعماق مصر قدر انه تحط في محمد صلاح لما كان راجع بعدا لما كان بلعب في كاس الامم الافريقية وراجع كان بقاله شهر تقريبا وراجع للرومة تعالوا شوفوا الاستقبال اللي تعملوا هناك اللي حكيه الحكاة دي صديق الدكتور هادي اللي هو مصري ايطالي او ايطالي مصري فبيقول لي ده هناك موجودين تشريفة ليه من الشرطة ومن عدة بيهات رسمية ومقابلينه في المطار والدمور بيتعامل معاه ازاي دي نعمة كبيرة حب الناس وحب الحداد دي هل بقى صلاح بقى في الحداد دي كبر تغر اتعمل لما بيه لمصري هنا ما يعرفش لا يعني محمد صلاح لما بيه لنهاردة في اول حال عملكة كان مترح متبرع بخمسة مليون لنيل تحيا مصر احساسه بدا احساسه بقى ابن قراته المبيلي بنزل في القرية بتاعته احساسه كل ده اسمه متصلح مع نفسه انا بقدم النموذج دليل انا بقولك انه لما ربنا يديلك في حتة اوعى تتخصم مع نفسك لانك حتتخصم مع الاخرين وانت وما فيش حاجة مش هتفلح في اي حاجة ويعني هي دي هو ده الموضوع فربنا يكرمه محمد صلاح اللي هو يعني رزق من الفرحة بتاعتنا وفرحانين طبعا لان احنا بقى عندنا لائب بلعب في نادي كبير في النلطرة وفي اول اسبوع او تاني اسبوع لما تحط في في بطولة الاندية الاوروبية بطولة بطولة كاس اوروبا الاندية محمد صلاح اختير الاول على ميسيو في الماتشه ده على ميسيو وعلى رونالدو بعيدة عندنا مولود بيسبب ده محمد صلاح نبيلي بتشوفوه اكتر واحد بيعمل بردر واكتر واحد ما تسمع له الصوت ولا بيتأمر ولا اقولك اي حسن جانا محمد صلاح لا انا بقول ده النموذة للمفروض ان كل طفل يحطه قدامه وكل شاب يحطه قدامه الشهرة اللي ربنا بديه لك والحالة اللي بديه لك دي دي بيتخليك تزداد تزداد توضعا وتزداد انتاجا وتزداد حرصا وتزداد التزاما ليه لان كل ما تعمل ده كل ما حابقه وهو دي طبعا الثقافة اللي بيعملوها في الاحتراف في ناك المفروض ده كله بنعلمه لشبابنا قبل ما خش مرحلة الاحتراف أعلمه ازاي يتعامل مع الشهرة يتعامل مع الفلوس ويتعامل مع كذا للأسف نعملش ده وللأسف الشهرة والفلوس عندنا هنا أفسدوا مواهب كثيرة لدن كان يمكن أن ترفع شأن الكرة المصرية أفسدوها أفسدوها ولعب الكرة بتصور ان المرحلة اللي عايشة في النجومية دي عايزة عايشة بطول العرض بيستخسر ينام بيستخسر يضيع عايزة يتمتع بالنجومية عايزة يروح هنا وروح هنا وهنا وأهلنا كابتن تعالى كابتن فالكابتن اللي حصل فوق ولا حصل تحت لأن الكابتن بيبقى وياما كابتن كتيرة أسمائها كبيرة لدن ولما ريني يشوف انتاله معنا دي ما عملش بطوله مثلا حضرتكم فعارفين إن أنا أقصد إيه ففي كرة القدم يعني طالما أن حالة بتسعدنا وتعملنا ما تيب نعملها الصحة بقى وصل كرة القدم دي لدي بقت مشروعة زي أي مشروع زي أي مصنع بتعمل زي أي حالة بقت مشروع مشروع اقتصادي ماء في الماء بتشتغل بيه بتشتغل ذكور يعني أنا عند ترجمة نانسي قنقر